موسيقى السؤال الآخر وصلنا من الأصدقاء يقول ما تعليقك عن سجناء الرأي في الجزائر بالمختصر المفيد أن أي إنسان أعطى وجهة نظر معينة أو أعطى موقف معين وجهة نظره في السلطة وجهة نظره في الحكومة انتقاداته أو حتى عبر عن تذمره من عدم تغيير تحقيق هذا التغيير هذا يعتبر سجين رأي ومتابعته قضائيا وينوزج به في السجن أمر خاطئ كبير بل هي أوراق تعطى إلى المتربسين على طبق المدى أما أنه آخر هو في ظاهره أنه يتكلم عن حرية التعبير والرأي وهو متخندق في أطر ويتواصل مع جهات وثبتت عليها أشياء أخرى غير تتنافى مع القانون ويعاقب عليها القانون أنا أعتقد بأن هذا إذا توبع قضائيا فلا حرج على ذلك فليس كل من يعبر عن رأي القضية تتوقف فقط على قضية رأي بل هناك من دخلوا في أجندات ومربما يقومون الكثيرون مندفعون بسبب تأثيرات وسائل إعلام وتأثيرات شبكات تواصل إجتماعي ويتباك على فلان وعلان وعندما تجلس معه وتسألوا هل رأيت ملفك؟ هل رأيت الاتهامات التي وجهت إليه؟ هل لديك معطيات يقولك لا أنا هذا شايف في مظاهرات؟ يا أخي كأي لي يظهر في مظاهرات ويقوم بأشياء أخرى لا تعلمها ويعاقب عليها القانون إذا أردنا أن نبني دولة القانون حقيقة وتحاسب العصابة ويحاسب كل الأطراف يجب علينا أن يكون القانون على الجميع ولكن هناك مشكلة أساسية تأعود بسبب الحقيقي إلى عدم الثقة في الدولة التي حدثت بسبب العهود السابقة لأن الآن الأولوية للرئيس ومؤسسات الدولة هي استرجاع هذه الثقة عندما تسترجع الدولة الثقة فلن يستمع الجزائريون إلى فلان وعلان وهذه استرجاع الثقة يأتي عن طريق ممارسات عن طريق ممارسات اختيار الأشخاص القطيعة مع النظام متفلقة الشفافية الإعلامية وللأسف الشديد أني ألاحظ أن الجانب الإعلامي الجانب الإعلامي ما زال كارثي في مؤسسات الدولة وحتى في رئاسة الجمهورية لم يصل إلى مستوى هذه المرحلة لأنه تم اختيار أن الناس ما زالوا طربوا في المدرسة البتفليقية وما قبلها لا يؤمنون بحقيقة الشفافية وبحقيقة كسب ثقة المواطن ليست المشكلة يجب أن تفهم أيها المسؤول أنك عندما يحدث لك شيء راح يخرج بطرق أخرى ونحن في زمن التواصل الاجتماعي عندما أنت لا توصلها بالطريقة تعطي أنت المعلومة بالطريقة وتأتي من عندك وتعطيها بالطريقة التي تنفع ستخرج بطرق أخرى وتصل إلى كل الجزائريين وبطريقة لا تنفع وفي هذه الحالة أنت تفقد ثقة يفقد الجزائريين ثقة فيك والأمر الثاني أنه لم يعد يستمع لك الجزائري أصلا لذلك أي حدث أو مهم أو على الأقل رئاسة الجمهورية لا تخلي لي فطرة طويلة إلا إذا عقد مجلس الوزراء من المفروض الناطق الرسمي باسم الحكومة من المفروض على الأقل كل يومين أو ثلاثة أيام ندوة صحفية يواجه فيها الصحفيين بشفافية اتركوا الصحفيين يسألون كما يريدون واش يخطر في ذهنه خليه يسأل وأنت جاوبه لأنه الصحفي هو الذي ينقلك نبض الشارع ولكن عندما يتم اختيار صحفيين بطرق ما والصحفي يصير متردد لا يطرح السؤال إلا السؤال الذي يرضي هذا المسؤول في هذه الحالة عندما يجل الجزائري أمام التلفزيون ويشاهد وزير الاتصال والناتق الرسمي بالحكومة أو المسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية وهو يتحدث لغة خشب حقيقية والأسئلة من لغة الخشب فأعتقد أن الجزائري هذا دائما متعطش إلى المعلومة في ظل ثورة المعلومات الموجودة في شبكات تواصل الاجتماعي سيتحول إلى وعاء للخلاطين الذين يعطونه المعلومات التي يريدون لذلك يجب أن يحدث هناك هذا التغيير الحقيقي هذا التغيير الحقيقي أي قيم كسب ثقة المواطن أهم من كل الأمور لذلك إخواني أنا قلت بأن من ثبتت عليه التواصل مع أجهزة تواصل مع سفارات تواصل مع أشياء أخرى يعاقب عليه القانون يجب أن يحاسب أمر آخر في قضايا السجن في قضايا الاعتقالات في قضايا ملفات المساجين المشكلة أنه النيابة العامة أو الجهة الرسمية في الدولة والقضاء لا يمكن أن يعطي معلومات مسك فلان واستجوبوا وسمعوا ربما اعترفوا بأشياء وواجهوا بأدلة وبعد ذلك أرسله للقضاء القضاء لا يمكن لأنه ملف شخص ملف شخص والملف لديه حرمته الملف القضاء لديه حرمته لا يمكن أن يعطيك المعلومات لكن محامي محامي الضحية أو المتهم المحامي المتهم مثلا يتجده يوميا هو شبكة تواصل الاجتماعي يعطي المعلومات وفق ما يخدم أجندته من وفقه هو يريد أن يظل هذا المتهم هو مجرد سجين رأي لذلك يعطي المعلومات التي لا تخرج على هذا الإطار لذلك أنا أرى بأنه الدولة الجزائرية عندما يكون قضية شخص موقوف على ذمة التحقيق وقضيته صارت قضية رأي العام لا توجد إشكالية أنك توضح للجزائريين حقيقة الأمر لا توجد إشكالية يجب أن تكون هذه وضح كذا وكذا 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 وإذا كان فيه محامي فيه محامي يروح للإعلام وشبكة تواصل ويكذب على الملف هنا يجب نقابة المحامين أن تتخذ ضده موقف فإما أن يعطي المعلومة الصحيحة أو لا يعطي أو على الأقل يقول هذه القضية لكن كثير من المحامين تجار يريدون الشهرة لأنه إذا ظهر في وسائل الإعلام يوميا وظهر في وسائل ستدر عليه القضايا القضايا كثير من المساجين وأنا كنت في السجن يتم اختيارهم من خلال ظهورهم في التلفزيون وخير ما يقرؤون عن الجرائد يقول لك المحامي فلاناو يتكلم عن الجرائد إذن رهما شهور إذن عنده علاقات سيخرجني من هذه القضايا فهذه الشهرة تدر على المحامي الأموال لذلك يتنافسون على القضايا الشهير لذلك أنا أرى بأنه أنا لا أملك كل ملفات الناس بلا أدنى شك أنه هناك اللي في ظهرهم قضايا رأي ربما فيها أشياء أخرى خلف هذا الرأي ولكن هناك أيضا من قضاياهم قضايا رأي بمعنى الكلمة وهذه الحالات يجب الإفراج عنه لاحظنا إفراج على عدد من الموقوفين والمسجونين ولتمنى المزيد أي ناشد السلطات الجزائرية أي مسجون إن قضية تتعلق فقط برأيه فيما يخص الحراك الشعبي فيما يخص هذه المرحلة اطلقوا صراح وخليه تتابع قضيته من الخارج وأنا أدرك تماما بأن القضية الآن هي قضية بحث على ملفات من أجل الضغط على السلطات فلا تعطوهم أنتم هذه الملفات أيضا هناك مسجين آخرين أبرياء لفقت لهم تهم حتى من عهد العصابة ونذكر في هذا السياق عبد السميع عبد الحي الذي لديه ملف منذ سنين طويلة إلى منذ سبع سنوات تقريبا وقضاء أكثر من سنتين في السجن وخرج وتم طي الملف وهي كانت قضية ملفقة من طرف سعيد بوتفق ولكن بعد ذلك حتى أنه عبد السميع عبد الحي كان هنا ولما تم استدعاءه كلمني وتكلمت والتقيت معاه وتحدثنا فقال لي أنا لا عندي مشكلة أنا أدرك تماما عندما برمجت قضية رايح الروح وأنا أدرك ولدي ثقة في وعود الرئيس الجمهورية وفي المرحلة الجديدة سأعود براء ولكن فجأة يحكم عليه بثلاث سنوات وبعد ذلك يستأنف ويثبت الحكم ويقضي عبد السميع عبد الحي الآن في ديسمبر بإذن الله تعالى سيغادر السجن يقضي كل هذه الفطرة هو في السجن في قضية ملفقة من عهد بوتام مثل هذه الأمور ستسيء للدولة الجزائرية ستسيء وستستغل أكثر مما يمكن تخيله لذلك من المفروض هذه القضايا التي صنعتها العصابة من المفروض تكون حضور أو يغلق تغلق هذه الملفات فقد نحن دخلنا مرحلة جديدة أنا أقول بأنه الناس الذين يركزون على قضايا حرية الرئيم بل أنه هناك من يحرك حتى أشخاص في الداخل ليرفعوا من صقف انتقاداتهم وصقف مواجهتهم مع المؤسسات الدولة حتى يسجنوا حتى تكون لديهم ملفات يذهبون بها إلى المنظمات الدولية من أجل الإعلام من أجل الضغط على الجزائر أنا أرى يجب على الدولة الجزائرية أن تتحرك الراء جيدا ومن لديه رأي فقط عليه أن يعود إلى بيتي ومن لديه ملفات صارح الجزائريين أنت الدولة الجزائرية لم تشهر بأحد أنتم من شهرت بوكلكم وأنتم من شهرت بعفوسكم على الدولة الجزائرية أن تعطي المعلومات الصحيحة فبمثل هذه الأمور ستكون الجزائر تستعيد العهد الجديد يستعيد الثقة رويدا رويدا ونصل إلى مرحلة يكون هناك عامل ثقة فالدولة إذا وعدت بشيء أوفت والشعب إذا طالب بشيء مشروع وقانون لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء